اشتركوا في القناة اللي من الطاقة البرونزية بيطلع له فجأة مستحضر ارواح لان الزيب اللي قاتله شاو كان دمية المستحضر وبيكون اسم المستحضر ده هو دانيال من الردبة الدعابية المظلمة ولكن بيطلع شاو لفيفة بتعمل تأثير هجوم جديد وبيخاف منها داليان لانه كان متصاب وفي اللحظة دي بيطلب منه شاو اسلحة ولكن دانيال بيرفض لانه من فصيل معادي وبيعرض علينا انضمام له وانضم سعية تاليه وبنعرف بعدها بان المستويات في عالم اللعبة عبارة عن مسلس من سبع مستويات علاهم الطبقة السماوية وقال لهم البرونزية وبعدها بيطلع اعلان بقتل شاو لانه خان فصيل النور وبيعجوا معاليه عادات كبيرة جدا لكن بفضل دانيال بيقدر يعزهمهم كلهم وبيخليهم كمان يتراجعوا ولكن بعدها بيبعط له نظام اشعار بان الدانيال في خطر فراح له سعية اشياو وانقذوا من زعيم القرية اللي دحك على اشياو وبيحصل ما بينهم امتصادم عظيم وبيكون دانيال في وقت داءت لهم وقدر يعمل تعويسة انتقال وبعدها بيصيف دانيال يتعافى وبيروح هو يتضرب وبتوصل بالقوة بانه قدر ايتي لزعيم السحالي وساعتها بياخدوا معا دانيال لأسره وبيكون في استيابالهم الفرس الحي وجيشهم الهياكل وبيبعطوا بعدها في مهمة علشان يقوي نفسه وبيكون دانيال بعتوا لحجر الفران فبيحصل عليهم شياو وبياخد معهم زعيمهم بالمرة وبتبتدي معانا احداث القسم ده بقتل شاول زعيم الفران من الطاعة الفضية وبعدها بيقول له النظام بانه كمان 3 دقايق هيقدر يدخل يختار موهبته وبقول لنا بان اختيار الموهبة معتبت بشكل كبير على الحظ ولكن بيبعز يزود من فصة نجاحه فبيطلع لفيفة وبيقطعها وبيتجيله معارة السيف المزلم من ردب اس وبتبقى المهارة دي تقدر ترفع معارة تانية ولكن حد ده الاقصى يرد بيه ونتيكي ده بتطور اول مهارة عند مهارة فن قتالي وبياخد بسرعة جوارة ارجوانية وفي الاسناء ده بيبقى النظام في عد تنازولي ولما بيخلص عد بينتيل شاولي مكان اجبع بغبة المغابرات وبيعرفه النظام بالنفوضة يا محاكاة وانه عليه قتل العدو انه يظهر له في 10 دقايق بس وكل ما بيتل روحوش بتزداد مستوى موائبته وبيكون اول وحش لازم ان يقتله بيبقى ارنب من المستوى الاول ولما بيشوف احصاياته بيفقد الامل فيه وبيكون عنده شوية نقاط زيادة بيحطوهم على الهجوم وبيروح حرفان بيده اس الارنب وبيحولوا الاشلاء وبتقعد بعدها المحاكاة تزداد صعوبة لغاية ما بيوصل لاخر مستوى وبيبقى علي ان يقتل كلين الماء من مستوى الحاكم وبيلاحظ النظام الخطر اللي هو فيه فبيرفع مستوىه للمستوى 50 مؤقتا وبقول له بان لو كسب الكلين في 10 دقايق فممكن ياخد ماره من المستوى اس وبيبص على احصايات الكلين وبيبقى من المستوى الاول ولكن احصاياته بتبقى عالية جدا لمنافسة دانيال وبيبقى شياو في الوقت ده متوتر جدا لان الكلين عنده قدرات عالية جدا وماراته فوق الخيال وعلى غفلة من شياو بتلك علي الكلين شوعة تلجي من فمه اللي بيحاول شياو يتفادى ولكن بيفشل وبيجمد نصه التحتاني بعدها بينطلق علي الكلين ومش بيسيب له فرصة حتى يتحرق وبيضربه ضربة بتناقص نص صحيته حرفيا وبيستعد علشان يضربه تاني بنفسه الضربة اللي بتخلي شياو متوتر ومش عارف يعمل ايه وبيبقى مصر انه ياخد موهبة من روت باس فبيتف بوق الكلين وبيخليه يتراجع وبيرجع لي شياو موهبته وبيجي له اشعار من النظام بان مستوى قرائية الكيلين وصل لألف نقطة وانه بيستعد علشان يستخدم مهارة من مهاراته الخاصة ويحزر النطاق وبتبتد المية تكبر اكتر وتوصل لرجلين بطلنا فبيحصله اضطراط في جسمه وبتكون حواليه دائرة ارجوانية وبيهني النظام بانه وصل للمستوى 50 وآيقظ قوة المبارزة الخفية وبياخد مهارة التناسق المظلم من قرد باس ولكن شياو في الوقت ده بيبقى بيموت بسبب الطاقة الغريبة اللي طلعت مرة واحدة بيكون مش عارف يستوعبها واسناء ما شياو بيستوعب الطاقة دي وبتطلع منه هالة عتمة شريرة بتقرج من جسمه لدرجة انها بتخلي الكيلين قاعد مصدوم منه وبسأله وازاي بيعرف يستخدم قوة الشريرة دي فبيبقى شياو التاني مصدوم منه وبيتكلم لكنه بيستغل اللي بيحصل بوله لو عايزنا اقولك فاستسلم على طول وبيخلي الكيلين يرجع لقراره ويركز تالي في المعارقة وفجأة من غير ما بيلاحظ الكيلين بيبقى شياو بيوجه له ضربة الدوس الشرير وبيقدر يشل الكيلين من نص ثانية وبيستغل ان الكيلين مش قادر يتحرك وبيوجه له وقبل من الضربات المتتالية ورا بعض فبيسأله الكيلين تاني هو يعرف ازاي الدوس الشرير ده لان المهارة دي مفقودة من زمن طويل فبيغزش هو بوله بيعرف يتنفس تحت المية حتى لو عايز تعليمها هي التانية فبيضرب الوحشة على الارض وبيعمل عصار مية وبيفعل حظر المجال وبيكون المجال ده بيسبح معجمات من وحدات الكيلين لمدة ثلاث دايق فبيكبر شياو دماغه ولما بيتقدم للأمام بتطلع له حياة بتسمه وبتنقصه خمس تلاف نقطة لكنه مش بيهتم بقول مجرد خمس تلاف نقطة ولكن اللي ما كانش عارفه ان دي البداية وانهم لسه بيسخنه فبيروح يركب شياو فوق الكيلين وبيضرب فيه وهو بيترجع علشان يموت اللي بيخلي الكيلين يفلت لسانه عليه فبيطلع صوته وبيقول للوحش بانه ميفكدش عصابه وانه ياخد باله من فضلات تجديد مهاراته وبيبقى شيئه مش فيه موات تاني بان ازاي فيه مشاهد للمعارك فبيقوم من عليه وبيوجه له ضربة الدعس تاني وبيقول له خليك معايا وفكك منه وبيستغل للمرأة التانية فتر الشلال جيه وبيوجه له ضربة بتنقص من صحته لغاية ما بيوصل بجيه الحال لعشرة في المية واسناء حكيه علاجية بيطلع قرش مائي وبيكون متجه بسرعة نحية شيئه ولكن بيلحق نفسه وبيوجه له اخر ضربة اللي بتقضي عليه وبيختفي بعدها هو والقش فبيطلع النظام وبقول له بان كده يقدر ياخد معارة من روت باس لازمة كلين الماء ومش كده وبس بيدي له كمان بونس 10 نقاط فبيتكلمه المتفرج بانه كويس جدا ولكنه للأسف راحل الفصيل خطأ وبكوتك دي هنتقابل قريب فبيرد عليه شيئه بانه لما يتقابله تاني بيتمنى انه مساعته ما يكونوش عاداء وبيهني النظام للمرة المليون بانه قدر يكتش جميع تغارب المواهب وانه بيجاهز علشان يختار مواهبته وبيحظره بان المعارة اللي يختارها هتفضل معاه لغاية ما يموت وانه مش بتتقدم كمان ولا حتى بيتم استبدالها وبعدها بيبتدي المكان من حولي بالاختفاء وزوره في عالم اختار المواهب وبيقول له النظام بانه قدامه ساعة ويرجعه تاني بعدها لقررته فبيروحشي اوه بيمسك مهارة واول ما بيمسكها بيعرفه نظام معلوماته عن المهارة دي بانها من المستوى ايه وبتزود دفاعه لعشرين نقطة وبيكون منداج بقوة المهارة وبيكون متخان نفسه بانه مضرع والاعداء حوالي مش عارفين يقربوله ولكن بعد ادراك بانه مش لوحده وانه لازما يحمي صاحبه اللي في الفريق علشان الاعداء ما يزنوش في الاخر بعد عزيمة صاحبه فبيسيبها وبيعديها فبينطلق بسرعة لاستكشاف اكبر قدر ممكن من المواهب وبيكون كل استكشافاته من المستوى ايه لغاية ما بيلاقي واحدة من روت باس اخيرا وبتكون فعالياتها هي استعادة نقاط الصحة اثناء الكتال فبتكون المهارة مش عجبه وبولب انه بيدور على مهارة اجومية فبيقوله النظام بانه عد 40 دي وبيفضل يتجول لغاية ما بيلاقي مواهبة تانية من روت باس فلما بيشوفها احصياتها بيلاقيها من روت باس وانها معارة اجومية بتكون فعالياتها في تقليل الدفاع 20% وبتزود الاجوم بنسبة 40% فبيقتنع بها شيو وبيختار معارة الجنون ولكنه على رغم من انه لها معارة من روت باس الا انه بيبقى زعلان انه ملاقاش معارة من اس اس ولكن النظام بيفجه بتركياتها على المهارة لانه تاني لعب بيحصل على مواهبة وبيعدي يرقله في المهارة لغاية ما بتوصل المهارة لفاية اس اس تجعه الكافي الفران وبيفتح نافذة الحالة على طول وبيلاقيها وصلت لنسبة هجومها لـ 50% وما فيش اي تأثير سلبي ولكنه بيفتكي انه لسه مشافش ملك الفران نزل مكافئة ايه وبيبقى حظ بطنة للسماء لان الزعيم طلع نزله عناصر قوية وندرة وبعدها بانتقل بينها المشهد لأول واحد دخل عالم المواهب وبيقول بانه خد مواهبة غالية جدا وبكل سهولة من المستوى ايه وبيكون اختار مهارة سرعة بتزود من سرعته بنسبة 30% وبيقول لو حد عايز يعلم المستوى فانا برايب بيتكوتش واللي عايز يكونش يتكلمنا على الخاص للجدين فقط فبيبقى يشوفه في العالم الحقيقي وبيكون اهل بيتفرج على الفيديو بتاعه وبيصخر منه ولكنه بيغاية رأيه لما بيعرف انه معينته مختال فالسرعة بالنسبة له اهم من اي مواهبة تانية وبيرجع تاني للعبة فبتكون المعدد محتاجة مستوىات عالية فوق مستوى بطننا فبيقوله النظام باني لو عايز ده فعلا فممكن يعرف الكل من انجازاتك العظيمة واني ده هيزوده 5000 نقطة سمعة فبيوافق بطننا على اقتراح النظام فبيعرف النظام الكل باني اكتسب معاره من ردبا اس اس اللي بيخلي كل اللي عمين في حالة صدمة وده شميل اللي بيقوله فبيتصل عليه اللي بيتعامل معاه وبيهنيع الانجازات دي وبيقول لو ما كنتش عاملته قبل كده كان هيشك فيه بالرحاز من الشركة المصنعة ولو فيه طريقة ومعلومة عايزة حد يوصل للمستوى مواهبة عالي فأديله تمام مناسب جدا ليه فبيقعد يشرح ويتفلسف على له وفي الاخر بيبط شاب 100 ألف يوان وبعدها بيودعوا له ولكن فجأة بيظهر علال بطننا باني نوناشر ده فممكن يساعد الناس في حيطة مستوى المواهب مقابل مبلغ رامزي وعلى الجهة التانية بيبقى فيه جماعة من ناس عادين فبيقول واحد منهم بان التصنيف النجوم المخفي بسعر مبلغ فيه وبيتكرر انه يسعر المهنة الخفية وبيعرفوا التنم انه يبلغ النقابة علشان يجمعنوا معلومات اكتر وبعدها بساعة بيكون شياو شطب خلاص على بيات الفران وانه كده خلص مهمته ويرح يستلم مكافيته من دانيال وبيعدي بينا نقطة بشوية حلوين لأسر دانيال وأول ما بيبص دانيال لشياو بينصدم من مستوى جومه اللي عالي جدا بشكل مبلغ فيه وبيقولش ياو في سره بانه لازم يخلم مواهبته لمستوى S-S تكون سر لي محدش يعرفه لانه مش عارف اللي هيحصل لو عارف دانيال بمستوى وبيقول دانيال يتنف نفسه بانه قبل ما يمشي كان وجومه ممتين وزاد مرة واحدة كم مستوى وصل لسبعمائة وخمسين وبيتكلم بطره بانه شكله خد مواهبة كويسة جدا وبانه مش عايز يتكلم عنها فهو يحتلم رغبته هو بس عايز يعرف المعدات اللي حصل عليها فبيطلع له السلاح اللي خده وبيسأله اذا كان يعرف يخفض المستوى المطلوب لاستخدام السيف ده فبيجيله في نفس الوقت اشعار من النظام باللحاق مهمته الاخيرة وخد مية وخمسين الف نقطة بيوصل بطرنا للمستوى 21 وبياخد الجلم السماوي هدية من دانيال اللي بيقلل تأكل المعدات ومن المستوى المطلوب لاستعمالها هو عشر مستويات فبيستغلوا وجود دانيال وبيسأله زكاية اللي قلوها بنسبة انها تزود مستوى الصيف فبيسأله بعدها دانيال وهو مستغرب عن مكان جلبه للحاجات دي فبيرد عليه شياو بانه محظوظ فبعدها بيجرب شياو انخرزات على الصيف وبيتقدم مستوى الصيف من الفد للدعبي وبيزداد احصائيات الصيف بشكل كبير جدا فبيقول له النظام بعدها بان بسعب تركية مستوى هيتم تغيير لقبه من ساقط اخلاقيا الى المتحكم في الظلام وبترتفع احصائياته مرة تانية وبيوصل للجوم للضعف وبيشك الشاب انه اجمع نفسه فبيقول له بعدها دانيال بان شاكله اقر اللعبة واتفعه ضعيف جدا والدرق اللي عليه اضعف وانه محتاج يعمل جوده اكتر علشان يقدر يساعد مدينة الظلام وبيكمل كلامه بان مغامرين لمدينة النور بقى وقريبين جدا من مدينة الظلام وانه مش عارف هدفهم ولكن انهم من فاصلة النور فمش هيخليهم يروعها عايشين وبيتدي له مهمة قتلهم وبتكون درجة صعوبة المهمة من المستوى به فبيتحمي الشاو للمهمة ولكنه بياخد ادوية شفاقه قبل ما يمشي وبسبب ان دانيال ما يدلش يدي له حاجة ببلاش بسبب نظام اللعبة فبيعرض عليه للبيع ولكن مع تخفية 30% ولكن بيبقى الجرعات لسه غالية على الشاو ولما بيبص على حاكبته بيلاي نفسه مفلس وبيقول بان ده مش بيع ده سرقة فلوس وبياخد في الاخر 5 جرعات حياة و4 شفاق وبيدي له الفلوس وادمع نازلة من عينه وبعدها بيتوجه شاو ناحية الحدود ولكن فجأة بيعد من فوق تنين ضخم وبيبقى فوق التنين ده شخص بيلاحظ طاقة شريرة فبيعرض عليه التنين بينهم بيرجعوا يبص بصة ولكن الشخص ده بان ان المهمة اللي بعمست عجلة ومش مهم يقضي عليهم لانهم مش هيمشوا وفي جاية شاو بيلاحظ بان في واحد وراه وبيكون الشخص ده لسه متدرب فبيتكلم مع الشخص اللي معه على اتصال وبيقوله بانه تم كشف مكانه فبيسأله الشخص ده عن شاو فبيرد عليه لس بان مستوى بأزعيم المستوى الفدي فبيوجه له شاو كلام بان لو جاب المغامرين الاغباء هنا وجملة شاو بتقلل لسه في حالة حيرة لانه هو التاني مغامر وبيبتدي يتوتر ويشك ان شاو شخصية غير لعبة وانه ممكن يكون اسمه تقارب لشخصية لاعب ولكنه بيوضي يفتكل الإعلان والمكافر اللي خده وبيبقى يتجنن فبيتشجع وقوله بانه يقتله وانه مفيش زي وستة فبيقوم شاو هازمه بضربة واحدة فبنروح للص اللي مات وهو بيعرفه نظام بانه مات بحجوم عادي من شاو وانه فقد 12 ألف نقطة حياة فبيبقى الواد مش بيسدل لنه حجوم عادي وانه الهجوم العادي ده ضرره 12 ألف فبيتصل على بيات صحابه وبيحذرهم منه وبيعرفهم بانه حجوم شاو ممكن يوصل 10 ألف نقطة ضرر اللي بيخليهم فقالة هلع وخوف لانه أعلى أجوم في نقابتهم هو 106 نقطة وبيبقوا مش ميسدلين اللس وبيقرروا في الآخر انهم يستعينوا بالنقابات ويعملوا فرق اللي قتله وبعدها بيجري شيئاو خوفا على ناسهم اللاعبين المهارة اللي ممكن الواد ده يجيبهم معاه وبيقولنا هو بيهرب بانه مش كل اللاعبين أغنياء ولكن ممكن يستخدموا لفاف محظورة ولو استخدموا اللفيفة المحظورة دي فيبقى مواجهتهم بشكل مواجهش الانتحار وبعد 10 دقايق بيحضر كمية مغامرين كتير وبيبقى شيئاو مش ميسدل انه راح يستخبه من شوية ضعاف معدوش حتى اختبار المواهب فبيسأل واحد من عصيفة الناصل عن مكان شيئاو فبيقوله بانه ممكن يكون هرب لانه قتله وهرب وبيقول لعوانه بانه ميتفرقه وانه ماينفعش يسيبه مستوائع له وبيسمع صراخ بانه ملقوه ولكن لما بيروح بيكون الشخص ده مات وبيكون شيئاو اختفى فبيقول قائدهم بانه ما كانش متوقع عن الخطة الابادية واسعة جدا زي كده لانه مادينة الزرام لوحدها بيقدر تكافل 10.000 من اللاعبين ولكن بعد مرور 4 او 5 تيام عن بدء اللاعبة لسه فيه لعبين في قرية المبتدين وفيه تنظيم بيضم عشرات اللاعبين لمحاصرة لعب واحد وبيبقى مش بيصدق بانه شيئاو اذن وبيبقى انه يشتري معدات غالية جدا وبتقدر تضعف من كوت وتحرقات شيئاو لمدة 10 دقيق ولكن بيما مش عايف استعملها ان شيئاو بيختفى وبيظهر فجأة وبيبقى الخايف يخسر خسارة في اداحة بيظهر شيئاو فجأة وبيقطع وبيقدر يوصل للمستوى 22 وبعدها بيقوله النظام بانه سهب قتل اللي مات اللاعبين جازب انتباه قادة الفاصيل النوري وقرروا تسريع خطتهم واستعداد مدينة النوري السماء بعد اسبوع فبيعرفنا الراوي بان دي عبارة عن حرب حصار بيضموا فيها الالاف من اللاعبين وبيبقى الحصار دا استنزاف العدوة المدة طويلة وبعدها بيقول النظام لشياو بانه يشارك في حرب الحصار وانه زعين من الدرجة الثالثة وانه لو ما شاركش فايتم خفض مستوى بمقدار 10 مستويات ويتم خفض جميع صياته بمقدار 1000 نقطة بشكل دائم وبيبقى متوتر لان الاحداث الكبيرة اللي بيدخل فيها الفاصيل النوري بتنتيب فوزه وانه لو عايز يغير مصير الاحداث فهو ما عندوش القوة الكافية وفوه دا كله ان مدينة النور هي مدينة رئيسية من الدرجة الاولى وفيه احتمل ان الفاصيل النور يبقى الشخصات مش لعيبة كوية جدا وبينتيل بين المشهد لقصر دانيال وبيبقى الشياو قاب بيعرف باللي بيحصل دا كله واللي بيخلي دانيال يتوتر وكان مش متوقع ان تايهان جا يدخل في الموضوع برضو وبيقول بعدها دانيال لشياو بانه ما يخافش لانه مش هيخلي تصب اي قزة وانه يدخل لانقاذه وفي لحظة ما يخرج عن القواعد هيبعته البواب تنقل للمكان تاني فبيسأله شياو اذا كان هيمشي معه ولا لأ فبيرد عليه بان ساحل الموتة مش بيخاف من الموت وكمان هو خلص مهمته وبالنسبة للموت هو نوع من التحرر بيبقى الشياو متسائل عن مهيئة المهمة فبيقول له هتفهم في المستابل وانا مفيش داعي للألة عن حياته او موته وانه خلاص يقفل عن الموضوع ده واللي يحصل بعد اسبوع هيتكلموا عليه بعد اسبوع وبعدها بيفتكر دانيال بانه كان بعته في مهمة وبقول له بانه كان عايز اي مكفى فبيقول له بانه عايز كوتشي مناسب ليه فبيهني النظام بانه بخد 20 الف نقطة خبرة واخد معدات من المستوى الفدي وكوتشي السرعة فبياخده منه وبيحطه في شنطة معداته وبيقول بانه كده دفاعاته قوية وانه مفيش اي اللاعب عادي دلوقتي يقدر يختارك دفاعه فبيسأل بعدها دانيال اذا كان عايز منه حاجة تانية فبيقول له بانه دلوقتي فارس الظلام وعنده معاية باستثنائية وانه بيتعلم معارات قوية بشكل تلقائي لما مستوى يوصل للقدر الكافي فبيقول له في الاخر بانه يروح يدور على فارس الموتة واكيد هيعلمه معارات قوية فبيقول له بانه يمشي على طول شمال ويوصل المستنقع الموت فبيشكره الشياء وبيقول له واماشي بانه المعلومات مقايضة على الخريطة ومفيش تلمحات في اللعبة وانه لازم ان يستقشف كل ده بنفسه وبعدها بشوية بيكون ماشي وبيجيله اشعار من النظام بانه دخل المستنقع لأشباح واول ما بيخش المستنقع بيلاحظ وراء زمبي وبيبقى المستوى عليه علامات استفاهم بسيقفر المستوى ما بينهم وانه اكيد الزمبي ده في مستوى 28 ولكن الزمبي بيلاحظوه وبيندفعوا ناحيته فبيدوس على وشة اول واحد وبيقطع التاني ولكن التاني بيغفله من جنب وبيعض ييده وبينقصه نقطة فبيقول شاوب ان العزام المعفنة دي بيش بيشكله اي خطر عليه وبعدها بشوية وقت بيكون خلص عليهم فبيهني النظام بانه قتل ثلاثة من العزام العفنة وخدست تلاف ونص نقطة خبرة بعدها بيقول بانه محتاج 200000 نقطة خبرة علشان يروح للمستوى 23 وانه كده محتاج يزم 30000 وحش من العزام المعفنة فبيروح ييضي عليهم وبعد نص ساعة بيكون ايدا نقتل 30000 واحد منهم وبيوصل للمستوى 23 وبعدها بيطلع الدور على حارس الموتة وبعدها بشوية وقت بيكون مش لايه فبيفتح المهمة وكان فيها تلميح وهو بس مش واخب باله وبينادي بقى على صوت على سيف الموتة وبيقول له دانيال بعتلي ليك فبيطلع صوت من وراه ولما بيلف وشه وبيلايه يجيه وراه على الصخرة وبيكون شياو في الوقت دا متفاجئ بانه كل دا من شوية الصخرة كان يتفاضية وبتوتر منه بيقول له ان الشخص دا قوي جدا لدرجة انه محسيتش بيه في ساعتها فبيقوم السياف علشان يشوف الرسالة وفجأة في غام تتعين بيبع قدام شياو بعدها بيشوف الرسالة فبيقول له ان العالم دا مقيد وانه علشان يتعلن المهارة لازم ان يعمل مقارات في المقابل اللي بيخلي شاوه يتفاجئ دواني واتدمر العالم فبتساله بعدها وشاف قاعد العالم ازاي وعلى انه ممكن يكسرها فبيقول بان القاعد حاجة لازم يتمثل عليها وحتى اسد الشياطين بيتمثلوا بيها وانه لو حاول يكسرها فان القاعد اتدمره قبل ما يعمل اي حاجة وانه لما يبقى فارس ظلام العالم كله بيخاف منه يبقى ساعة يدور على ايجابيات بعدها بيغير الكلام بيقول بانه ايروحية العزام العفنة علشان يثبت انه استعاق ياخد تعليمه فبيعرفه نظام حواليه المهمة وبيقول بان السياف شيرين عايزك تيطل الف هيك العزم المتعفن علشان تثبت كفاتك وبتبعى درجة صحابة المهمة من الدرجة بيه وبيخلي الشياطين متفاجئ من العدد ده كله فبيعرفه السياف الموتى اللي بالنسبة له عرفنا ان اسمه شريل بانه وجومه كويس ولكنه ضعيف ما عندهش اي موهبة وانه لسه بحاجة للسخل وانه لا يمتلك اي موهلات علشان يعلمه وبيقوله بانه بعد ما يخلص المهمة يناديه وبيختيف خلال الضباب فبيستعاديش ياهو عشان يلحق يخلص لان حرب الحصارة الرابط وهو لما بيتحرق ده بيخلص على سمع من هيكل عظيمة وبينتيل بين المشد للرقم 48 وبياخد عصابة برونزية من المستوى 30 وبيقول بانه بطيء ولازم ان ينجز بسرعة وبعدها بخمس ساعات بيقول بانه يفضل صحي تقولي الليل عشان يخلص المهمة وبعدها بشوية وقت بيكون فيه حجوم عليه من شوية هيكل عظيمة واول ما بيسيب واحد منهم العدد بعيد من المدام الواحد وبيقول للنظام بانه كده خلاص خلص المهمة والمفروض يروح يقابل سريل عشان ياخد المكافأة وهو بيبقى فرحان بانه خلص وبقيله 5% وينتهي للمستوى 24 وبيجيله رسالة من النظام بانه كده تعاوزت الخفاء اللي اداله دانيال انتعت وبيرجع لما ظهره الاصلي وبعدها بيظهر سريل نامبر بيقول بانه كده خلص المهمة وانه كان بيرابه وانه هجماته قويسة بالنسبة لللي في سنه وانه كده تدريبه مع العظام متعفنة مالوش اي لازمة وبيقول بعدها النظام بانه خد 20 الف نقطة خبرة وانه كده يقدر يتعلم معارة من سريل نام في الوقت ده بي نقط مستوى شاول 26 وبيكمل بانه دلوقتي يعرض عليه معارات ولكن بسبب مستوى ضعيف فهو يعرض عليه معارات وليلة يقدر يتقنها وانه دلوقتي يقدر ينديمه معلمه وبيعرض عليه عشرات المهارات وبيخلف حيرة من امره اللي بيتخلف حالة من الزهلة من المهارات الفريدة دي فبيدوس على معارة فبتطلع من المستوى ايه واسمع الاعدام السريع وانه متطلبتها من المستوى 55 و8 ألف عملة دهبية فبيقع في معارات مستوى اس وبيختار معارة من تصليف اس اس وبيكون متطلبتها من المستوى 99 ومئة ألف قطعة دهبية وبيفضل يقلب في المهارات لغاية ما بيلاقي معارة على قده ويقبضة الموت من الفائه تأثيرها بتشل حركة الخصم للمده الثلاث ثواني في نطاق 10 أمتار وبعدها بيرجع لعالم الواقع وبقول له سريف بانه لما تبقى قوية عالة عشان تتعلم معارات جديدة واللي هو كان قادر يعلمه فاعلمه له ولو هو وصل لدرجة انه مش قادر يجبع كوة فارس الزلام اللي جواه فقدر يجيب علشان يتعلم تقنية جديدة فبيستنتج شيئاو بان التناسخ المظلم ده في المستوى 50 هو كده معانا اللي هو لازم يجيله في المستوى 50 فبيودعه وبيخرج من اللعبة وبيرجع لعالم الواقع وبينام ولما بييجي الصبح بالتساء علي صاحبه بقول له بان الحصارة يبدأ وان الجوائز سمينة وان الاواقع لا ياخدوا جواهز من المستوى الدهبي وعناصر ندرة فبيسأل شيئاو انت عرفت انين طيب رد علي صاحبه وقال له الكنوات الخاصة يا عزيزي فبيقوم شيئاو بيقول له بانه ممكن يشوفه وانه هو هيقابله بالليل بعد العشاء وبيدخل شيئاو بعدها اللعبة وبيتجي ناحية قصر دانيال ولما بيدخل بقول انه عندي خطة عشان نظر ندفع على العاصمة فبقول دانيال انه يفسر اكتر فبيعرفوا من المغامرين مزاجهم متغير وانهم مخصوبين على خدمة فاصيل النور ما بيحبوش المغامرين وبيتعصبوا منهم جدا فهم ما ياخدوا جواهز الرجال اللي هيتلوه لاجل فاصيل الظلام وبيعرفنا شاموا بالنبدأة اللعبة في قرية المبتدين كان السكان الاصلين سيئين ناحية المغامرين اللي خلى بعض المغامرين يتجوا لللعبة بعكس القصة الرئيسية دلوقتي كل اللي عليهم انه يحطوا جواهز اللي بيخلي دانيال في حالة من الزهول فبيقول له جواهز زي دي المركز الاول اللي يقدر يخش يتعالف الظلام فبيرد عليه دانيال بانه هو زاد نفسه يدى ليه دعوة علشان يقدر يحمي نفسه وانه في الماضي ما كانش مستوى من مستوى الدابي فبيغير الحوار بانه لو كسب المركز الاول فما فيش حد منهم يقدر يخش تحالف عبارة عن شيك فارغ فبيبعت دانيال اللي يشعر له كل المغامرين بانه تحالف الظلام حاسة بضغطة من تحالف النور فيتجند المغامرين واللي عايز يتجند يروح للإحداثيات وبيكونش يو في الوقت ده بيجهز جواز المركز بيكون المركز الاول هينضم التحالف وياخد منها مخفية وان المركز الثاني والثالث هياخده معدات دابية بشكل عشوائي ولكن المركز الثاني ياخد قطعة ندرة من الدرجة S والثالث ياخد من الدرجة A فبيطلب بعدها شاوه من معلومة دانيال بانه عايز تعويز التخاف في مرة تانية فبيرد عليه دانيال بانه اداله بغض النظر عن مستوى ولكن بيحذره بان الأقواء هيعرفوا يميزوه ولكن المرة دي بيلاحش يوه بانه مدة تعويزة امتدت لمدة شهر وبيكون ده بسبب ان دانيال اتعافى من نصابته وازدادت قوته وبيساله بعدها اذا كان قابل شريل فبيرد عليه بانه قابله اخد منه مهارتين وقال له تعالى لما تبقى اقوى عشان تتعلم اكتر فبيطمن دانيال وبيقول كده بانه معناه يفضل مع تعالى في الزلام ومش يرجع لتعالى في النور تاني فبيتفاجش يوه بان شريل كان عوضه في الجيش النوري وبيظن انه انضمل تعالى في الزلام بعد موته فبيكلمه دانيال بان شريل قبل ما انضمل تعالى في الزلام انه كان محارب عظيم وزا ما انا قلتلك لو انا موت في يوم من الايام هو هيكون معلمك وبيبقاش يوه في حالة زول واندهاش فبيقوله بانه ما يخافش لو عارب في يوم انه مات لان الموت مش نهايته وانه كساحل للموتة لسه قوته ضعيفة وانه لازم ان يبقى قوى من نفسه علشان يستحق المركز الاول فبيتجينه مهمة جديدة ويصارت المشاكل من الصعوبة اس كل متطلبات المهمة هو الفوز بالمركز الاول وبتكون المكافأة غير معروفة وبتبقى المهمة دي كبار مش اختارل المغامر وانه لو فشل فياخد عقاب لانه كده بيقصع القصة الرئيسية وقبل ما بيتكلم شياو بتطلع له كمان مهمة بيتبقى تدمير معسكر العدو من الصعوبة به وبقول ده نينب ان المهمة بعد كده هتبقى صعبة علشان يزبط نفسه وانه بيتمنى انه ما يصارش على سمعة فرس الظلام بعدها بينتهي المشاكل لتاني يوم الصبح وبيبقى شياو دخل غابة الشمس وبيضى يوصل للمعسكر لكنه بيلاحظ ان فيه حراس وبيبقى الحراس مستوام عليهم علامات استفهام ايه سقف فرق القوة الكبير ده وبقول بانه ادواته استطلاع مغسرة معاه لانه في مستوى المبتدئين بس يعرفوا غصاص الكينات اللي اعلى منهم بس بخمس مستويات بعدها بيستعد للهجوم وبيوجب عليه بقبضة الموت بتاعتهم لمدة ثانية واحدة بس يشياو مش بيرحمه وبيوجب عليهم تاني بتكنية مواجهة الظلام من سرائته بنسبة 10% ولكن الحارس التاني بيلحظه وبيلبو صوت عاني بانه فيه دخيل ولكن مش بيرحمه فاخر اللحظة وبيتم قتله والاخر وبيفسر رأس الحارس عن جسمه فبيسمع الحارس الصوت الكتالي اللي كان طالع من شوية لما بيروح نجبي لاش يو واقف وبيبقى بيجري وفي نفس الوقت بيدور على الزعيم فبيقول واحد بينهم للتانيين وبين الزعيم فبيقول له التاني بانه راح هو فريق للصيد فاول ما بيسمع شاوي الكلام ده بيلبفلهم وبيقول لهم بانه مجرد حشرات وبيجمع كل طاقته وبيروح يوجم عليهم وفي عشر دقائق بس بيكون خنص عليهم كلهم فبيتكلم واحد من وراه وبقول له هو ده اللي عمل كده ولما بيبص وراه بيلاقي شخص ضخم وغادم ومعافها سين في يده وبيطلع الشخص الغامض ده هو قائد النجوم والقمر بيبقى على إحصائياته وعلامات استفهام فبيمتسم بعدها الشخص ده وبقول بانه اخيرا لها ان راسه هتمنعه ميانة قتالية فريدة وده يخلي قوته تتضاعف قزمرة غير كده كمان ااخد صارعه وجمال فبيتري عليه شياو جمالي يا عم اللي انت بتتكلم عليه ويهي احلام البسطات اللي انت اشتادي هتخلص بس في ديها فبيوجم عليه ولكن أجمته بتيجي على الأرض وبيقدر يتفادع شياو بكل سهولة وبيروح يدأس كمان على وش القائد ولكن مش بتأثر المهارة على القائد بسبب فرق المستوى الكبير اللي ما بينهم فبيستغل الصغرة دي وبيوجم على شياو بابل من الضربات وبيتأثر في شياو وبتخليه فكرة تلت صحته ساعتها بيروح من وراه بيحاول يروغه ولكن القائد بيلحظه وبقول له معاراتك رائعة وبيصده وجمه في كل سهولة وبقول له خلينا انت قتل بكل قوتنا حتى الموت وبيحصل شياو نص صحته فبيستخدم كرة الشفاء اللي خدها من دانيال وبيستخدم على قائد موكة النظام التلقائي لمدة ثانية واحدة وبيستغل الموقف ده وبيدعس عليه تاني ولكنه ما بيتأثرش فبيقول له وبيحجب عليه بان كل اللي انت بتعمله ده مالوش لازمة وفي الوقت ده بيستغل شياو وبيشلح الجلمية وبيقرب بسرعة وبيبقى كل ده يصابات القائد طفيفة فبيضع شياو من وراه ظهره وبتكون صحته كاملة وبقول له بانه ماهربش ولو انت عايز كتال فانا اقتلك لكن ما ترجعش تزعل في الاخر وبعد يديتين بيحصل اللي حصل تاني في الكتال اللي فات وبياخه الجرية يتشافه ورا الشجرة وبيكون القائد عايز يتراجع ويهرب بعد كده وبيرجع تاني بتبقى صحته كاملة بقول له بان لو عايز يمشي فده يعتمر قروب وانه جمان جدا فبيتم استفزازه فعلا وبيقع في الفخ وبقول له بانه كان بيسخم معاه بس المرادة اي بقتل حتى الموت واول ما بيحاول يقرب منه بيعمل القائد عصفة حده وبيصيب شاوه اصابات بالغة فبيقع في شاوه المرأة التالتة ويستنين حد ما يتعب وبعد كده بيرجع يواجم عليه وبيصيبه اصابة بالغة للغاية لدرجة انه بتخسر من صحته 90% وهاتك يدعك في القائد لغاية ما شاوه بيخلص عليه اخيرا وبيوصل لتيكت ده للمستوى 28 ولما بيروح يشوف اللي واع من القائد بيبقى درع وفاس الرعد اللي من المستوى الفدي فبيقرر شاوه انه يحتفظ بالدرع ويبيع الفاس بسبب مستوى العالي وانه أقل من الصف الضرر بعدها بيتصل على له وبقوله بانه عايز يبيع الفاس فبيقول شاوه مع نفسه بانه بسبب ان ضمامه وفاصيل الزلام لم تقعد عنده وظيفة المستودع فلازم يحاول المعدات الاول لفلوس وبيتطيفه في الاخر على مبلغ 200000 يوان وبيلاحظ بان البنت اللي كانت مع قائد لسه موجودة فبيحذروا النظام بعدم التعرض لها فبيقولها بانه اتعرف الناس بانه مستنيهم في مدينة الزلام فبيضطر يطلق صراحة بعدها بيروح لأصل دانيان انت عايز ايه المرة دي فبيقوله بانه عايز جوارة النعمة مرة تانية وانه خلص خلاص مهمته فبيمتسم دانيان وبيدينه 200000 نقطة خبرة وجوهر النعمة من الدرجة سي بياخد شاوه الحجر وبيستعمله علشان يقدر يلبس الدرع اللي وايع من القائد وبيبقى كده انطاقم من المستوى الفدي وبتبقى احصائيات شيئو زادت بسرعة جنورية فبيجيله اشعار من نظام بانه تم تحقيق المتطلبات لفتح لوحة ترتيب فاصيل الزلام فبيقول بكل بوسم ان الحاجة كواسة بانه مفيش غير قل من 100 مليون واحد يقدر يهزيبه من فاصيل الزلام فبيحاول يحمسه دانيال بانه نوفيض الي زيت من قوته ممكن يوصل لمرتبة الاوائل من القائمة الشيطانية وانه اخر سيد شاواتين انضم للأوائل كان مقررد ظلام زيو